شهدت شواطئ مدينة الغردقة حدثا فريدا من نوعه حيث نرح فريق من باحث علوم البحار ومحميات البحر الأحمر وجمعية المحافظة على البيئة هبكا وفريق طبي متخصص في إعادة دولفين طيبة إلى البحر مرة أخرى جاء ذلك بعد شفاء دولفين بعد مرور أسبوعين من علاجه وأشار الدكتور محمود دار مدير معهد علوم البحر بالغردقة والمشرف على الفريق المعالج إلى أن الدولفين أثنى من دوات الأنف الزجاجية ويبلغ طولها مترين وكانت أجهزة محميات البحر الأحمر قد عثرت على الدولفين طيبة على أحد شواطئ في حالة إعياء وإرهاق شديد نتيجة لتعرضها لجرح غائر وضعف في الوظائف العامة للجسم